سبحانه بحباتي ميت لأني اصبحتوا لكم خير نتمنى أن تكونوا كاملين بكم الخير على خير الحبيباتي أول شيء يبدأ بي هو أنني أشكر ونرحب بالناس الجديد الذين قمت بنا في القناة هذه هي ادراها داركم لا تقوم بحدي بحدي لا تقوم بحدي لا تقوم بحدي لا انا ولا اختي نشكركم بزف 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 ونحن ممنونة للكم اذا قلت لكم حبيباتي لا بد من التعاون نحن القنوات الصغرى نحن نتعاون مع بعضياتنا لتصل الى الهدف الاسماء والذي لديه حسن ربي لا يخيبوش وكي لقيه مع الناس المزيانين اللهم عليك الحمد الحمد لله يربي على كل شيء هذا من فضل ربي علينا واليوم الحبيب لي سواء بنات اناثا وذكور انا الحبيب لي انا احبكم كل شي بكم كلكم انا احبكم انا اقول لكم ونعودها مرحبا بكم وهاديرها داركم كما يقولوا انا واحد المثال المغربي مرحبا 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 اليوم الحبيب لي جاءت نشارك الفطور او اليوم الكامل الكيتو ماذا سوف نقوم بكم ماذا سوف نقوم بسناك ماذا سوف نقوم بسناك و ماذا سوف نقوم بسناك فتور و و ماذا سوف نقوم بسناك و في الوجبة الغدأ او العشاء لان النظر الوحدة الوحدة وعشرين دقيقر أنا قادة سوف تفطر لأنه كنتم بتقتع حبيبتي بمعنى ان انا اضطل منفطر البنات والولاد الذين يريد ان يدخل في هذا الريجيم رائع جدا تحمي راسك من المسائل اريد ان اخبركم وجبة الافطار كاملة مكمولة اريد ان اخبركم ماذا عندي هنا عندي واحد البيضة واحدة لا تريد ان تكون لديكم سواء بلدية او عادية اضطلت المليحة وزيت البلدية في المقلة اضطلت المعدنوس حيث هو المعدنوس ينصح به في الكيتو اضطلت فرشة في خماج قودة اضطلت هنا قليل من الزيتون الاخضر كي اعجبني ان الزيتون الاخضر كان حماق على الزيتون الاسود او الاخضر كان موت عليه اعشقه حياتي كما يقولون اضطلت خصص البنات وعندما اضطلت نصف افوكاتو قطعتها وضعت لها قليل الملحة لان اعجبني بالمليحة و اعجبني ان اكلها لدينا عصير لا نستعملها بكثير عصير لديناها في صالات هذا هو الفطور حبيبتي لدينا اعجبكم و اعجبكم و اعجبكم لدينا الناس الذين لديهم زيادة في الوزن بالخصص اما الناس الذين نورمال فهذا فطور صحي يعني يعني لدينا شيء يضرر بالدرجة الاولى قد لا يفيدك و الحمد لله لا يفيدك نجد الفطور كل يوم كل يوم و طبيعة الحال لا يفيدك لدينا الوزن لان في هذا الوقت يجب ان اصدر نأخذ مرة و مرة و اخذ مرة و نضوز بهم و نكمل بهم و كنت أكلت الوزن لدينا الوزن و هي صحية و هي زيوت نباتية صحية و لكنها غالب و هي غالية في هذا الوقت و دفاع حبيبتي حانا وقت الهداء نضع لكم كبيرات الكفتة التي قمت بها معكم و المقه و القوام الآن حانا وقت نضيفها و ندخل الفران نضيفها و نرى هنا بصيلة قليطة تنجال والزبدة و زيت البلدية و زيت الزيت و قمت بصيلة صغيرة و قمت بصيلة و قمت بصيلة قمت بصيلة و نضيفها و نضيفها و نضيفها و نضيفها وتغير و ارت فيه قمت بصيلة مع المقه و ارتفاع الخشرة زيت الملاب و الدي تمام نضيفها الاثنى وبندا اطلع سوف نقوم بسحب الزابد لنضيف المزيد نقوم بسحب الزابد نضيف المزيد لذلك ينتمي مقادر الأبن مطايشس ومسطين ونجال 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 ونجل اضع بنيجلة صغيرة قليتها والفلافيل اضع الملح اضع الملح اضع الملح اضع الملح اضع أبزال اضع حمارة اضع حمارة صبر ومعدنوس ولا مدزار لا مدزار اضع مدزار اضع ملح اضع الملح بعدها اضع السلم تبصمت الملح وقيم الملح اضع الملح اضع الشرنا اضع العنو اتاب ملح اضعم اضع نضيف المطيشة سوف نقوم بتطيف المطيشة سوف نضيف المطيشة سيد نموسا سوف نجبد غيو حدال بناس سوف نعطيكم فكرة عملت معنه ونغسلها ثم نشرب باكتين أنظر مما جدا نزع عن توابي مثلا هذه المخصصة أفضل سوف تأتوني المخصصة أفضل في أوروبا سوف نكذرها سوف نموسون هناك ثلاثة واحدة نضيفها واحدة نضيفها واحدة نضيفها واحدة نضيفها نشحرها جيد عادي طريقة سهلة نضيفها ورقة الرنج نضيفها جبنين بلا سكر لان تشريها من بره او القطيات يضيفها بزرد حافظة لا تخضع احسنت في جميع الوصفات انا نصحكم انكم تضيفها نضيفها انكم تذكر اضيفها ثم نضيفها اضيفها ونضيفها قليلا اضيفها ثم اضيفها ثم اضيفها لنضع بشكل مزيد هذا ما اضفتهم من الاجبار لا نضيف كل شيء سنضيف المزيد سنضيف المزيد سنضيف المزيد نضيفها لأننا لا نستطيع ناكل بزر نضيفها لأننا لا نستطيع ناكل بزر يعني هذا هو المجيبات الشخصي أبو حديث العائلة التي نقوم بها في هذا الرجيم قالوا لي بركة تقطاق بركة تقطاق نضيفها بطل جيد المجنبات اضافة يجب أن نقوم بخل المزيد نضيفها و نضيفها و نضيفها أجل المزيد لن تفضل نهائيا يجب أن نضيفها سهولة كجورة هنا البنات نقليهم ندوزهم مكا شوية الزيت سوف يبقى اللي هنا ربعات الحبات حيث ستخل نقوم بشكل كامل نجمعهم في الميكا وردهم في الكنجيلاتور نضيفهم شيئا معهم نضيفهم اخرين ونضيفهم نضيفهم اخرين نضيفهم أخرين نضيفهم 10 ملايات نضيفهم اخرى خاصة البحر ايضا الخاصة ايضا انتضيفهم بحر وقوم بوكاديوس نضيفهم خبز مع شوية السوس جيد جيد يجب أن يتعلم أنه يتعلم يتعلم أنه يتعلم في السوق يعلم أنه يتعلم نضيف المليح نقوم بإضافة نقوم بإضافة الشونية أو الفلفل الأحمر الحلو وليس الحر حيث الحر في الكفيتة نقوم بإضافة الشونية سأعطيها اللوء الأحمر لا يمكن أن نضعها لها مصنع لأنها تحقق نقوم بإضافة الشونية يجب أن يكون كل شيء طبيعي نعم لا يوجد أن يكون تحترم كل مواد الحقيق وكذلك إنها مصنعة نقول لكم الصراحة نعم لا نعرف لا أعرف أتفضل 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 لكم أتفضل نعم أتفضل أتفضل لا تشعر بالمال أتفضل نحن نعرف نحن نحن نقوم بإضافة أتفضل لكي لا تشعر أتفضل أتفضل نحن نقوم بإضافة نحن نقوم بإضافة أعرف نقوم بإضافة ثم يخلون الفرمان المنزل السيمان ما نقوم بتطيخ الزيت الروميه المنزل المصري لاحظة زيت الروميه الطيب بال предاخليم هذا هو زيت العود الزيت العود هي زيت بلدية لبنات المصريات أهلا بكم وسهلا هذا هو زيت العود الزيت المسلمة نحمرها جيدا اضفوا الشاب نحمرها جيدا نضيفها جيدا نضيفها جيدا اضفوا الشراب تضيفها جيدا اضفوا الشراب نجد ذلك هذه الأكلة يكون مرحلة اضافة منظر والطعم الأساسي هو الطعم سوف تعجبكم الطبخة الطبخة اضافة اضافة لوليداتكم اضافة اضافة مفيدة اضافة فيتامينات حتى اضافة 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 باليمن اضافة 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 ملة يجب أن تكون جميلة سملة فلنستخدم سملة و نستخدم أن تكون تصحيه و يكون بيو و يكون صحيه تكون غالية لبناء لأنه لا نقوم بتصوير السوق يتطلب بلتر و يتوقع و يومي داته حجم قياه و حجم صحيه سوف ينتشره بزار سرطانات أو زيوت المهدرجة يحويل ماء مبعد حبيبتي انا احمره سوف نقوم بطريقة الناس دخلوا دخلوا وشوفوا الوصفات المتاعي القديمة سوف نقوم بوصفات العائلة طايلة بروز بحوت دكشد رمضان وقبلنا البداية الريجن سوف نقوم بوصفات الغذاء بروزو كنوا استحكموا مشاهدة دخلوا وشوفوا هم البناس سوف نقوم بوصفات تتعرفوا على دكتوب خاص لانتقوم بوصفات لانتقوم بوصفات مخلط برايوات مخلط حلويات مخلط برايوات ثم نقوم باستخدام سوف نقوم باستخدام سوف نقوم بوصفات نضيف البناس ما تريد أن تجعله تقوم بوصفات أعوم بفتا بمزنة نريدها طبقة جيدة و سأرمي البنات سماع المزينة لديها كوايرات كافتا سردين نريد البنات الفلفي لكي يبقى بعض الناس لن يطيب يبدو يبانوال بناس يزيد غير قليلا و يصفي نزيد غير قليلا ثم نضيف خمج نضيف خمج لا يحتاج أن تكون صعبة لون في مطعشة لا يحتاج أي مطعشة المطعشة لا يحتاج أن تكون مطعشة من المطعشة ممكن ان تستعين بمطلشة الحك ونحن في المغرب قليلا لن تجد المطلشات الحك خالية من الكربوهيدرات ومن السكريات لا تجدها مخلطة في الاسواق دينا كلها مخلطة بالكربوهيدرات والسكر لان نبريتها تكون فيها الكربوهيدرات والسكر ونبريتها عادية وطبيعة الحال نضع المليحة لا يمكننا أن نأكلوا حجم السوسة لا يمكننا أن نضع المليحة لأن البنات لديها فروماج سردين بالفروماج شبه الأخوات اللي قلت علي لقدرتي السردين بالفروماج لماذا اللمون لا ندلعوش ونهلاء كما نقول اذا ابا الآن نريكم طريقة لقدرتي السردين بالفروماج لقدرتي السردين بالفروماج يمكننا أن نضع المليحة كما تحصلون لفروماج كما تحصلين لفروماج لقدرتي سوف أقوم بإرسالة المقلي سوف أقوم بإرسالة لا أقوم بإرسالة دعونا بإرسالة ونقوم بإرسالة في التعليق نقوم بإرسالة نقوم بتعليق نضع 3 أجل نقوم بإرسالة نقوم بإرسالة نقوم بإرسالة نقوم بإرسالة نضع زبتي سوف اضع السمج القراطة يجب أن يكون طيباً لكي يجب أن يتحمل يجب أن يتحمل بسميته و يجب أن يتحمل يجب أن يتحمل أمام المحل يجب أن نبدأ الثاني نقوم بتحجيم المريقة نقوم بتحجيم المريقة نقوم بتحجيم المريقة نقوم بتحجيم المريقة لا تنسى بأن نظرة كلا نقوم بتحجيم المريقة طويجين جيدا هذا الطويجين دائما معي دائما معي هذا الطويجين دائما معي سواء كويرة اللذان كويرة اللحم الكفتة أو هذا الحوت دائما يأتي رائع يأتي ابنين الآن البنات ماذا نقوم بعمل الوريقات هذه القصبورة لأن الوريقات شيء صحي وهذا الخضر وهذه الأوراق الخضراء دخل لدينا الكثير في الكيتوكس سوف تكون كثير سوف نقوم بعمل هنا سوف يدوب و يبقى اللاصق في الفق أريد أن أكل ثم سوف نزيد ثم سوف نزيد ثم سوف نزيد فقط ثم سوف نزيد سوف نزيد ثم سوف نزيد ثم سوف نزيد الموزاريلا ثم سوف نزيد حبيبتي و هذه هي حبيبتي الطبخة ثم سوف نزيد ثم سوف نزيد الغرف لأنه حل وقت الغداء السوداء ثم سوف نزيد معها نزيد كفيته 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 نتمنى حبيبتي تجربوها نتمنى تجربوها وعندها بسرد هناك طبق شعر وحبتها كيف تأتي في الداخل فهي يمكنني منذ الخبز هذا هو طبق سعرنا طبق شاهي كفيته طواجين نضيف ملحة و ملحة و ملحة نضيف ملحة ملحة فوقت الملحة وهي الانسر نضيف السفقة نضيف ملحة و الاسف يمكن نضيف ملحة أكثر نضع البناس في التلاجة نضع البناس في مواد حفظة نضع البناس نضع البناس نضع البناس نضع البناس في التلاجة نضع البناس في التلاجة ومع البناس في القشدة وخمج وخلط جيد هائي وصفر بيضاء اذا أردت الطريقة كيف تطورها اتقادها قلوها في التلاجة ونضعها في فيديو يلا حبيبيتي نشكركم مرة ثانية ونشكركم اهلا وسهلا بالضيف الجدد مرحبا بكم في القناة نتمنى تعجبكم القناة ونرغبكم والفيديوهات والأكلات والطبخات التي نضع لكم حبيبيتي لا تنساوش بأن هذه الطبخارة كيتونية ماشي عادية قدروا يأكلوه الناس لما يدرون ريجيم ولكن رغانية بالدهنيات حيث فيها الموزاريلا والخماج ومقلية بالزيت والزبدة يعني فيها الدهون ونضع لها الدهون لا تنساوش بأن هذه الطبخة تخفف ونضع لها زيت ونضع لها باركة ونضع الكيتونية فهذه جد رائعة بالنسبة للكيتونية يلا حبيبيتي دمتم على خير وبخير قبلاتي لكم مع السلامة اشتركوا في القناة